في موضوع عايز اتكلم فيه مع حضراتكم بخصوص كأس العالم للأندية كأس العالم للأندية وبالطبع مشاركة النادي الأهلية صحيف الزسانة البريطانية نشر التقرير كتبت فيه ان الفرق المشاركة في المونديال الأندية المقبل هتحصل على خمسين مليون دولار بخصوص هذه الأرقام في قصة مهمة جدا لازم اشرحها لحضراتكم عشان لا أحد يضع في ذهنه هذه الأرقام الكبيرة خلي بالحضراتكم هناك صراع كبير ما بين الفيفا والاتحاد الأوروبي والقصة باختصار أن هناك تنافس مالي واقتصادي كبير ما بين الفيفا واليويفا ما بين الفيفا والاتحاد الأوروبي أو الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي كمان فيه بالطرف الجديد الأندية اللي دعت لتأسيس السوبر ليك التنافس ما بين الفيفا واليويفا هو الأساس في التحركات الحالية من الفيفا بخصوص كأس العالم للأندية يعني إيه؟ يعني عندما تنظر في الأرقام أو في الميزانيات اللي موجودة في الفيفا فدائما تجد أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يتفوق على الفيفا في يعني لو بصين على الميزانية في الأربع سنين اللي فاتوا تجد أن الاتحاد الأوروبي يتفوق على الاتحاد الدولي في ثلاث سنوات أما في السنة الرابعة اللي هي سنة كأس العالم سنة كأس العالم دائما الاتحاد الدولي لكرة القدم يتفوق على الاتحاد الأوروبي ومن هنا فكر إنفنتينو أنه يعمل بطولة كأس العالم ولكن للأندية لأنه تخيل حضرتك أرباح كأس العالم في قطر اللي كان في قطر آخر كأس العالم في 22 وصل تقريباً لستة مليار وامتين مليون دولار وده بزيادة تقريباً 17% عن كأس العالم الأخير أو اللي قبله اللي كان في روسيا 2018 ساعتها الفيفا وصله 5 مليار و300 مليون دولار طيب منديالي البرازيل اللي قبله أرباح الفيفا كانت 4 مليار و800 ألف دولار وقبلها كان 4 مليار و200 ألف دولار في جنوب أفريقيا وهكذا وبالتالي هذا التنافس ما بين الاتحاد الدولي لكرة القدم وما بين الاتحاد الأوروبي لكرة القدم هو اللي خلى إنفنتينو يفكر في هذا الأمر طيب الفيفا متوقع في كأس العالم عشرين ستة وعشرين اللي هو كأس العالم للمنتخبات كأس العالم الكبير يعني متوقع يخش له كام إحنا لسه قللين من شوية 6 مليار وشوية صح على عشرين اتنين وعشرين طيب عشرين ستة وعشرين متوقع 11 مليار دولار أرباح الفيفا وهو ده اللي الفيفا بيدور عليه في هذا التوقيت كيف يضاعف من عوائده لذلك كان هناك تفكير في إن أنا هو إيه أكتر حاجة بتكسبني هو كأس العالم للمنتخبات طيب أنا هعمل كأس العالم للأندية اللي هو إيه؟ اللي هو بـ 32 نادي ده الجديد اللي الأهلي هيشترك فيه في عشرين خمسة وعشرين في أمريكا والفيفا بيفكر إن كأس العالم كمان يكون كل سنتين أو ثلاثة لأنه هو ما بيكسبش غير من كأس العالم تقريبا وفي نفس الوقت صراع الفيفا مع اليويفا مع الأندية اللي هي الأندية اللي عايزة تعمل يعني السوبرليك في أوروبا اليويفا بياخد خطوات تسويقية وتغيرات كبيرة جدا في بطولاته اللي على رأسه دوري أبطال أوروبا فالاتحاد الأوروبي لكرة القدم أعلن زيادة أرباحه المالية للأندية إلى 36 نادي بيشترك في الشكل الجديد لمنافسات دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل حترتفع المكافأة الفريق المتوج بلقب دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بنحو عشرين في المية طيب الفرق المتأهلة من 36 الفرق المتأهلين لمرحلة الدوري العادية اللي هي المرحلة الأولى اللي بنشوفها لأنه بداية من الموسم القادم النظام حيتغير حيبقى نظام آخر كل فرقة هتحصل على مبلغ ثابت قدره 18 مليون يورو و 62 ده اليويفا المبلغ ده أعلى من أرباح مرحلة المجموعات الحالية اللي بيصعد إلى دوري المجموعات السنة دي بياخد 15 ونص مليون يورو عند المشاركة فقط طيب هتكسب مباراة هتاخد 2 و 1 من 10 مليون يورو في حالة الفوز في أي مباراة و 700 ألف يورو في حالة التعادل طيب علاوة على كده إيه تاني الاتحاد الأوروبي لكرة القدم حيمنع مكافأة قدرها 2 مليون يورو للفرق التي سوف تتمكن من التأهل من المرحلة الأولى ما بين المركز الأول للمركز الثامن والانتقال المباشر إلى مرحلة خروج المغلوب إلى دوري 16 أما اللي وصلت بقى من التاسع إلى الستاشر هتحصل على جوائز إضافية قدرها مليون يورو طيب ده معنى إيه الكلام بس عشان مشغلش دماغ حضراتكم بكل هذه الأرقام أن هناك تنافس كبير ما بين الفيفا واليويفا ما بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والاتحاد الأوروبي لكرة القدم لزيادة الموارد الأندية خلال المرحلة القادمة عشان كده آه ممكن تجد من سيشترك في كاس العالم وححكي لك القصة باختصار هنا أن الفيفا بيحاول يوصل لعوائد في هذه النسخة اللي هي النسخة الأولى اللي حيشارك فيها النادي الأهلي وحتكون بمشاركة 31 نادي والنادي الأهلي عايز يوصل لعوائد تقترب من الأربعة مليار دولار من هنا توقعت بعض الصحف الإنجليزية أن نصيب كل النادي حيبقى 50 مليون ستليني أو 43 مليون ستليني اللي هم 50 مليون دولار آه دي الموضوع كله وبمنتهى البساطة ولكن لغاية اللحظة اللي أنا بتكلم فيها مع حضراتكم دي لم يتم الإعلان عن شيء بشكل رسمي والفيفا لم يخاطب الأندية والأخبار دي كلها ما هي إلا مجرد توقعات فيما سيحدث خلال المرحلة القادمة لأنه اللي إحنا عارفينه الأخبار بتقوليه أن هناك مفاوضات مع أحد الشركات الشهيرة جدا جدا في العالم والمصنعة لهواتف المحمولة عشان تزيع هذه البطولة على منصتها مقابل كان بقى مليار دولار والفيفا لغاية اللحظة اللي أنا بكلم فيها حضراتكم دي بيتفاوض مع هذه الشركة وخايف يديهم البث حصري على مستوى العالم وبيفكر في رعاة تانين عشان يقدر يوصل لرقم 4 مليار دولار أنا بس حبيت أحكي لكم الموضوع ده بسرعة جدا علشان تبقوا حضراتكم عارفين لما الأرقام دي بتتقال بتتقال ليه؟ الأرقام دي هي أرقام ليست صحيحة وليست رسمية ولكن هل الأرقام ممكن تكون توصل لـ 50 مليون دولار؟ أنا أشك في هذا الأمر أنا ما عنديش معلومة ولكن أشك أنه هو مجرد الاشتراك تصل لـ 50 مليون دولار لأنه ده معناه ميزانية ضخمة للنادي اللي هيشترك وحياخد الـ 50 مليون دولار أتمنى طبعاً أن احنا ناخد الـ 50 مليون دولار ولكن أنا بحكي لحضراتكم الواقع إيه اللي بيحصل؟